والمواد الخطيرة دي هي أربع مواد بشكل أساسي المواد دي هي البارابينز، الفاثيليتز، الصالفيت اللي هي الكابريتات والصبغات طيب، إيه مخاطر المواد دي سواء على البشرة أو الشعر أو على الجسم بشكل عام؟ أول هذه المواد الخطيرة هي البارابينز والبارابينز دول اسم عيلة كاملة من المواد الكيميائية الحافظة والمفروض إنها بتقاوم البكتيريا والفطريات طيب يا عم ما حاجة حلوة هي مال مالك فيه إيه؟ هقول لكم لا لأن البارابينز والشائع استخدامها جدا في تصنيع مواد التجميل وتحديدا كريمات تفتيح البشرة أضرارها أكتر بكتير من نفعها أضرارها هي إيه بقى؟ إنها خطر على الحوامل وبتسبب كمان اضطرابات في عمل الغدد الصماء وبتخفض هرمون التستستيرون عند الرجال وبتزود احتمالات الولادة المبكرة وبتساعد على زيادة نسبة انخفاض وزن المولود بعد الولادة ده غير إنها بتسبب تهيج مزمن لخلايا الجلد في مناطق استخدامها البارابينز كمان لها أخطار شديدة على الشعب المرجانية في حال التخلص من بقايا عملية إدخالها في المنتجات التجميلية دي تم التخلص بقى من البقايا دي عن طريق البحر أو المحيطات فيعني لها كمان أضرار بيئية خطيرة جدا طيب دي البارابينز إيه بقى الفاثيلاتس دي وقصتها إيه؟ وليه خطيرة؟ الفاثيلاتس دي مواد كيميائية برضو مواد كيميائية بتستخدم أساسا في صناعات البلاستيك وبتستخدم أساسا في صناعات البلاستيك علشان تدي البلاستيك قدرة أكبر على التحمل بتوضف كمان للمطات والدهانات وبتستخدم كمان في مستحضرات التجميل والعطور وملمعات الأظافر ومزيلات رائحة العرق أقول لكم الفاثيلاتس بتستخدم في إيه كمان؟ بتستخدم في صناعات السجاد وبتستخدم في بعض لعب الأطفال وفي المستحضرات الطاردة للنموس طيب الفاثيلاتس دي أضرارها إيه بقى؟ ليها أضرار على الكبد وليها أضرار على الكلا وأضرار على الجهاز التنفسي وممكن تؤدي لانخفاض هرمون الأندروجين وممكن تؤدي لقدر الله كمان لسرطان الثدي وتكيّس المبايت تالت المواد الواجب تجنبها من المواد الخطيرة الأربعة الواجب تجنبها هي الصالفيت أو الكابريتات الصالفيت أو الكابريتات دي بقى بتجرد فروة الرأس من الزيوت الطبيعية الموجودة فيها فبتخلي الشعر جاف وخشن ده غير إنها كمان بتدمر بويصلات الشعر غير إنها ممكن تسبب الحساسية للجلد أو لفروة الرأس أما رابع المواد الخطيرة اللي لازم تجنبها في منتجات الشعر أو البشرة زي ما اتفقنا سواء لينك كبار أو للأطفال فهي الصبغات ودي بتسبب الحساسية الجلدية في المكان المستخدم في المنتج طيب يبقى اتفقنا إننا نحاول بجهد وبتركيز وبوعي إننا ندور على المنتجات الخالية من الأربع مواد الخطيرة دي اللي هي إيه البربينز الفاثيلات السالفيت اللي هي الكابريتات السبغات خلوا بالكو أنا بقولكو هو لما تلاقوا منتج مكتوب عليه خالي من السالفيت يبقى تعرفوا إنه كوي خالي من البربينز خالي من السبغات تعرفوا دي ميزة أنا بقولكو هو لو ما فيش حاجة بقى من دي مكتوبة لا يبقى فيه لازم نراجع نفسنا بقى خلاص وإذا ما توفرش الميزة يعني دي إن هي إن إحنا إن إحنا إن الميزة إيه؟ ميزة إن المنتج يبقى خالي من الأربع مواد يبقى ندور على المنتج الخالي من ثلاث مواد فهمتوا قصدي؟ ما نفعش يبقى ندور على منتج خالي من اتنين وده على الأقل ده على الأقل خلوا بالكو قوي يا جماعة من الموضوع ده هقول لهم تاني البربينز الفاثيلات السالفيت اللي هي الكابريتات والصباغات ده أو دي أربع مواد في منتهى الخطورة نخلي بالنا منها لإن دي منتجات إحنا بنستخدمها بشكل دوري بنستخدمها يعني لو في شمبوهات أو في كريمات أو في موزيلات عرق زي ما قلنا أو في وهكذا اللي بيستخدموا الحاجات بيستخدموها على طول أو بيستخدموها فترات طويلة أو بصفة متكررة فما ينفعش يبقى فيه منتجات خطر كده وإحنا نستخدمه ترجمة نانسي قنقر